اشتركوا في القناة هي بتيجي هيك رول بتيجيبها من الفيفا راح اقطعها قدامكم سلايسيز متل ما انتم شايفين وحطها بصحن على جنب اللانشو منقدر نعمل منه افكار كتيرة ممكن نقليها مع بيل ممكن نعملها بخلطة معينة لكن انا راح اكتفي اليوم باني انا اقدمها بهاي الطريقة نحن ابقى نستعلق مع بعض ان شاء الله افكار تانية بفيديوهات تانية على القناة بخصوص صحور افكار الصحور هاي ممكن تستفيدوا منها كمان لعاشا او فطور لقدام باذن الرحمن بتزينوا الصحن بطريقة يلي بتكون اياها متل ما بتعرفوا العين بتاكل قبل التم تمام عندي هون بمرتبان جبن نابلسية انا عندي نصية جبت شوي حطيتهم لمرتبان بالبراد اول شي غليتهم بمي مسبقا وحطيتهم بمي حلوة لكن طبعا ما حلوات لانو بتعرفوا جبن نابلسية والعكاو بتكون مالحة كتير راح اجيبها الانجاط وقطع في الجبن سلايسيز لا سميكة والارقيقة وحطة بلجات كلها واحط فوقيها بعدين مي مغلية مسبقا لحتى نحليها كويس تمام لانو رساتة مالحة راح اتركها على جنب وعمل باقي الشغلات قبل ما انتقل للجبنة وشو بدي اعمل فيها جبت خضرة هلأ والخضرة مهمة عصفرتنا سواء على الفطور كسلطة او على الصحور والفطور لو كنا بالأيام العادية عم نقطع هلأ الخيار متل ما شانتو شايفين قدامكن كما راح اطلع شوية بندورة واحطه نجم لخيار تمام ابل ما انتقل لباقي الخطوات ان شاء الله لسحورنا طبعا السحور مهمة كتير حتى لو منكن جوعانين او ما من النوع اللي بتحبوا تتسحر لنفس راحة من هذا النوع اللي ما بحب اتسحر لازم ناكل بلو شوي لانه الرسول اوسط عليه الصلاة والسلام بالسحور لانه السحور بركة وشو ما كانت عنكن المواد بتقدر تحطوا تستفيدوا منها تعملوا احلى السحور المتعرف عليه في كتير ناس بعملوا فول وحمص ويكشغلات على الصحور لكن انا للامانة حبيت اكثر الروتين وما عملت فول ولا حمص لانه اغلب القدمات عملها كانت باول رمضان تمام وطالبا احنا ما منحب الاشياء اللي بتعتش نعملها كتير برمضان مثل الفول والحمص والفلافل لكن طبعا اكيد راح اعملها برمضان واستعرضها معاكن تمام في افكار تانية حلوة كمان زريفة للسحور برضو راح اقدمها لا انا عندي هون حبة فلفل رومي كاملة راح اقطعها نعم متل ما انتم شايفين قدامكن وحاطة قدامكن متل ما واضح الفصل الاخضر والبندورة كمان راح اقطع منهم لان نوعين من انواع صلطة الغنية بالبروتين على الصفرة النوع الاول اللي هو صلطة الخضرة باللبنة يعني صلطة لبنة والنوع التاني هو صلطة الفيتا كمان بالخضرة اسمه صلطة الفيتا تمام راح اقطع الكمية الاتكفي لان نوعين الصلطة من الخضرة يعني البصل والبندورة والفلفل وسمهم بعدين على جاتين مثل ما انتم راح تشوفوا قدامكن انا حاولت اختصر الفيديو طبعا واسرعه عشان ما اكون مملة وبعدين هلأ راح احط اللبنة على الجزء الاول وازبت ملحتها ان شاء لاحظت ان انا الطاولة غيرت الكفر تاعها حطيت لون تاني الواحد بيغير شوي نفسيته لما بيغير بالبيت الكفرات هي حلوة على فكرة والحلو فيها انها بتنمسح وتتنظف من الغبرة والوسخ وتتليف ما بيصل لاشي لذيذة وقعب تستهلك فينا نغيرها ونحط غيرها شي جديد يعني نغير الشكل تبع الطاولة حطيت لبنتي انا على السرطة او ملحت وزبطتها هلأ بقسمها نصين جزء الاول بالصحن الاول بحط عليه واحد بحط عليه زعتر واحد سادة تمام هذا بسادة وحطيت على الثاني زعتر تمام جبت هلأ الجزء الثاني من السلطة وهو جي طلعت علب الفيتا فتحتها حطيتها في الصحن وهلأ رح ابدأ قطع فيها رح اقطعها مكعبات تمام متل ما انتو شايفين قدامكن انا هون انا اقطعت الجبنة كلياتها بحطها على السلطة تبعية الخضار يعني وببدأ اقلب فيها تتجانس كلها مع بعضا متل ما انتو واضحوا قدامكن وبعدين بقسمها لصحنين كذلك صحن الاول بحط عليه زيت زيتون والتاني بحط عليه زعتر اخطر تمام يا حلوين اذا كنتوا لسا ومشتركين بالقناة يلا روحوا على زر الاشتراك اشتركوا فعلوا زر الجرس شغلوا الجرس حتى تتصلكوا الاشعارات الفيديوهات اللي انا بنزلها ولا تنسوا اللايك يا حلوين والشير والتعليق على الوصفة واذا بتكون اي وصفة تانية كمان قلولي وفالكم طيب بازن الرحمن ازا بقدر ما ببخل عليكم واذا كنتو مشتركين طبعا اهلا وسهلا فيكم نورين كالعادة يا حلوين اسمنا الجبن على صحنين زيتون حطيت اخضر اذا انكن زيتون اسود فيكم تحطوا على ممتوفر عندي طبعا جبن نابلسية اسمت صحن اول حطيت فيه جبن نابلسية سادة النص التاني من الجبن حعمل فيه حركة تانية عندي هون هذا الصحن التاني فيه جبن نابلسية انا حط عليها هذه محلاي مسبقا يعني ملحة معقولة عليها سمسم وحبت البركة وزيت زيتون حطيتها بصحن منفصل كمان جبت صحن زبديتين واحد فيه زيت زيتون والتاني زعت الأخضر كتير طيب على الصفرن غمسه وجنبو الشاي جبنا صحن هون لبنة سادة حطيتها وراح حط عليها كمان زيت زيتون متل ما انتو شايفين قدامكن ما شاء الله صفرتنا عامرة ان شاء الله كمان صفرت صفرتكم بتكون عامرة والله لا يحرمكن النعمة والنعمة الطيبة يا رب وتكون دايما عامرة وموجودة في بيتكم وبيت اي مسلم بنجيب هلا الهوت دوك هالي بيجي مفرزا جاهز انا بجيب العريش لمدخن كتير طيب فيه انواع كتير تانية انتو بتجيبوا اللي بتحبوه حسب كمان دولتكم اللي متوفر عنكم فيها قطعت اربع حبات كفاية للصحور راح احطنا هلا على النار ونعمل فيهم خلطة معينة تمام خلطات كتير بتنعمل من الهوت دوك انا راح اعمل اليوم نوع من الانواع اللي انا بعرفها حطيت عليها زيت زيتون متل ما انتو بتعرفوا انا بستعمل زيت زيتون باغلب وصفاتي لكن ده سم خيالي جبت صص الباربيكي وصوية صصره حطوا شوي من كل نوع على النقانق واتركهم يتقلوا قدامكم على النار تمام الكاميرا لاني بتحرك قدامها تبعية الموبايل بتغبش احيانا الصورة فسامحوني احيانا بتكون الصورة مواضحة عن جد ما تأخذوني ان شاء الله الله يكرمنا ومنجيب كاميرا احترافية للتصوير لكن الجد من موجود هلا هدا الموجود عندي حطينا بيض على النقانق بتحطوا الكمية اللي بتكون ياها اعتقد ان احطتهم اربع بيضات كفاية لانه في انواع كتير على الصفرة من الاكل راح احط شوية تبهارات وشوية ملح على البيض وقلب بالوقل الخليط طبعا ما تنسوا انه السوس الباربيكي وصوية السوس فيهم ملح فبتمرحوا بالمعقول عشان ما يطلع الاكل مالح تمام؟ هذا كلام للناس اللي هي ما عندها خبرة بتمليح الاكل هون خليت طبعا هاي المقلية تيتانيوم فهي بتحفظ الحرارة على كل المقلة حتى على النار هادية فبالتالي صارت من فوق وتحت لكن قلبت شوي انها حتى تصير احسن من فوق تمام؟ جب التنجرة على النار لازم تكون غير لاصقة هاي شوي لزقت معي لانا قديم التنجرة لزقت الجبن معي شوي فيها فانتبهوا على انه تكون التنجرة او المقلية تكون غير لاصقة حطيت الجبن اللي بدي اقليها حقلي الجبن النابلسية من قطيب الوصفات وعشقي عن جد هي الجبن النابلسية لما انت نقلها كتير طيبة والله انا العكاوي بصراحة ما جربت قليها العكاوي الشيكي طبعا بتسيح العكاوي السوري ما جربت لكن ابحب اجربها بيوم قدامكم تمام؟ لكن النابلسية اخد ايدي عليها جبنا الشاي انا عندي بحط ثلاثة ظروف بالترمس لكن بفرغوا من الكاس بقولوا ان الكاس غير صحية تنحط بالترمس صراحة فانا بشيلها وبناء عليها هو اصلا اريد الترسيبة تبعيتش هي تنزل لتحت هيك صار شينا جاهز وصفرتنا صارت جاهزة هي هي كانت صفرتنا اليوم بتمنى تكون عجبتكم تحضيراتي اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك للفيديو يا حلوين وتفعيل زل الجرس حتى يصلكم منا كل جديد هذا جزء صغير من تحضيرات السحور لسا في افكار تانية كتيرة اذا حابينت تعرفوا عليها وتابعوها معنا وتعملوها ونعملها سوا ما تنسوا تشتركوا وان شاء الله فالكم طيب واذا كمان في ناس بتهمها هيك وصفة ما تنسوا تعملو لهم شير لحتى يستفيدوا من الفيديو اليوم دمتم برعاية الله مع السلامة اشتركوا في القناة